والمفوضية على ما أتذكر وعلى ما أظن كانت تدور في عقل محمد عبد العزيز من قبل 2014 بشوية وصولا إلى لجنة الخمسين لكتابة الدستور ويجي هنا السؤال ليه كانت شغل شاغل في ذهنك؟ الحقيقة أنا كنت سعيد جدا بأن الجلسة الأولى في الحوار الوطني في المحور السياسي المتعلق باللجنة حقوق الإنسان حوالين قضية مكافحة التمييز وحوالين القضية المتعلقة بمفوضية مكافحة التمييز زي ما أنت عارف كان ليه الشرف أن كنت عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري وكان يعني كنا مهتمين جدا بهذه القضية لأن جوهر صورة 30 يونيو كانت أيمة في الأساس على أن كل المصريين لدى القانون لازم أنهم يكونوا سواء ما فيش تمييز لحد إما له فضل على حد بسبب الدين أو النوع أو العقيدة أو أي سبب سواء كان اجتماعي أو سياسي وأنه يجب أن الجميع يكون على مصطرة واحدة هي نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات والنص ده نعكس في كتابة الدستور في المادة 53 اللي تكلمت عن أن المواطنون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم على أساس الدين أو النوع أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر وألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض والحقيقة ساهمت مع غير من أعضاء اللجنة في صياغة هذا النص باعتباره مهتمة بحقوق الإنسان وبقضية مكافحة التمييز يعني إلا أنه لم تنشأ المفوضية لمدة 9 سنين منذ كتابة الدستور وحتى هذه اللحظة فكان الحوار الوطني نقطة انطلاق مهمة بالنسبة لنا حقيقة أنا تقدمت في هذه الجلسة بمشروع قانون كامل لإنشاء المفوضية تطبيق النص المادة 53 من الدستور وتطبيق أن الاتفاقيات الدولية مصر موقع عليها الاتفاقيات الدولية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري أو الإعلان العلامي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكلها اتفاقيات مصر مصدقة عليها ومتفقة عليها هل إحنا محتاجين حاجة زي كده؟ في رأي آه أن إحنا محتاجين مفوضية تتلقى شكاوي المتعلقة بقضية التمييز لو في حد مورز تمييز ضده بشكل أو بآخر ترجمة نانسي قنقر